اصيب ثلاثة اشخاص بجروح وصفت بالمتوسطة والخطيرة خلال شجار نشب في قرية عين ماهل حيث قدمت الطواقم الطبية للجرحى الاسعافات الميدانية وتم نقلهم الى المستشفيات لاستكمال العلاج فيما شرعت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وانتشرت دوريات من الشرطة الاسرائيلية بعد الشجار في القرية وشرعت في التحقيق بملابسات وأسباب الشجار واعتقلت ثلاثة مشتبهين تتراوح عمرهم بين سبعة عشر وثلاثة وثلاثين عاما يشار إلى أن مطلع العام الفين وواحد وعشرين شهدت تواصلا بأعمال العنف والجريمة في البلدات العربية مع استمرار تقاعس الشرطة بآداء واجبها للحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمنى وأمان المواطنين